السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكونوا بخير مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم حسنا اليوم سنتعلم بعض الكلمات كلمات نجدة على شكل قصة لتكون سهلة حسنا لنبدأ حسنا كنت تمشي فجأة سمحت صراخا فاقتربت من الصوت حتى وجدت شخصا ملقا على الأرض وسألته ما به ففجئت أنه أصم فسألته هل يحتاج للمساعدة هل يحتاج للمساعدة هل يحتاج للمساعدة يمكنك أن تضع يدك هنا أو هنا هل تحتاج للمساعدة هل تحتاج للمساعدة المساعدة وكأنك تحمل شيئا حسنا فيخبرك أن تتصل بالإسعاف تتصل بالإسعاف سيارة الإسعاف سيارة الإسعاف لأن حريق حريق في منزله حريق شضايا الحريق في منزله ستحاول أن تساعده على النهوض ولكنه لا يستطيع لأنه يتألم يتألم أو في لغة الإشارة الفرنسية ربما سيكون هناك من يستعملها يتألم 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 فتسأله أين موضع الألم أين تتألم أين تتألم أين يتألم أين يتألم أين الألم فسيشير إلى مكان الألم أو سيخبرك أنه يتألم مثلا في رجله سيؤشر على رجله أو مكان آخر لنأخذ الرجل يتألم في رجله سيشير على رجله أو يضع هذه الإشارة في رجله أو الإشارة في رجله ستخبره لا يتحرك لا تتحرك بوجي با دونك لا يتحرك لأنه ربما مكسور مكسور حتى ينتظر سيارة الإسعاف للذهاب ل المستشفى مستشفى مكان الحقني والمصلي إلى آخره مستشفى مستشفى ستقاله أيضا إن كان مجروحا بلسي مجروح من هنا بلسي مجروح مجروح سيخبرك ثم ستسأله ربما إن كان مريضا بمرض ما هل أنت مريض؟ سوار سوار مريض مريض أو مريض سيخبرك أنه مريض بـ اليد هنا عند البطن بـ الرب ربما ستسأله اسمه حتى كنوعين من النقاش لا أعلم لا أعلم حسنا الاسم سهل اسمه ربما ستعطيه ورقة ليكتب اسمه سنعيد الكلمات التي تعلمناها اليوم سنعيد ما هذه الكلمة؟ نعم إنها كلمة مريض مريض أو هناك ما في لغة الإشارة الفرنسية هذه الإشارة فقط مريض مريض ما هي هذه الإشارة؟ مستشفى ما هي هذه الإشارة؟ اليد هنا أو في مكاني الألم غششتكم قليلا إنها كلمة ألم أو متألم كلمة حريق حريق كلمة الزيورجنس نعم على شكل هذه هذا الحرف حرف U باللغة الإشارة إرجنس أو يساعد تحتاج للمساعدة مساعدك كلمة جميلة حسنا هذه هي الكلمات التي تعلمناها اليوم أتمنى أن تكون قد أفادتكم إذا كان هناك شخص لاحظ بأنني أخطأت في خطأ ما أتمنى أن يصحح بأنني أتعلم وشكرا حسنا انتهى الفيديو اليوم فيديو اليوم قد انتهى برافو تعلمنا كلمات جميلة نتقي إن شاء الله في فيديو جديد إن شاء الله أبينتو سلام